أما الساعة سبعة كنا على موعد مع الإسارة والمتعة ومباراة المصري وسيراميكا كيلو باترة أحمد سامي طاقم لإيهاب جلال ادالوا درس في فنون الكورة مباراة رائعة إيهاب جلال يا جماعة والله أنا بقول لكم من خلال كل الكورة لله محتاج روح ياخد دورات تدريبية ما حاجة من اتنين لا احنا ما بنفهمش لا إيهاب جلال ما بيفهمش احنا بنفهم فأكيد إيهاب جلال مالوش في الكورة لأن يا جماعة أنتوا بتقنعونا بإيه يعني يعني كامل أبو علي لبن العصفور جابه لإيهاب جلال وأنا قلت أن خطأ الوحيد اللي عمله كامل أبو علي إنه جاب إيهاب جلال عمل كل حاجة صح ولكن مستشاريه أضلوه يعني لما تمشي حسام حسن تجيب مدرب عالمي ده اللي كنت أتوقعه لكن تجيب إيهاب جلال يعني عموما أنا بطالب جمهور المصري بالصبر النزع لنا ببرسعيد جدا والكلام ده كله ولكن السيراميكا حتة تانية خالص أفضل مريكاتو في الصيف أحمد سامي مدرب عظيم حتى الممثلين النهاردة وأنا أريك لكذا ممثل كذا فنان منهم صبري فواز كتب أنك أحمد سامي مدرب واعد جامد محترف سيكون المدير الفني لمنتخب مصر قريبا أحمد سامي عمل مباراة يا جماعة عمبره كان في 19 نقلة السيراميكا عمل 19 نقلة أنا ما شوفتش المصري ما كانش ليه هوية ولا تركيبة فيسيولوجية قروية العملية كلها كانت ملوخية مع تألية في الرزو المهلبية فأنا بقول لها ما تسامي الفرقة مبشرة مباراة الزملك اللي جاية قوية السيراميكا واختبار مهم مبروك للحق محمد أبو العنين ومبروك لطارق أبو العنين اللي عاملين منظومة رائعة بل أكثر من رائعة ترجمة نانسي قنقر